تركيا عدم مشكلة صحيح بيكيكا لم لم يتم تأسيس بيكيكا في العراق ولا كان لأهل العراق علاقة بيكيكا بيكيكا مجموعة من الأشخاص هم أكراد من تركيا صحيح تم تأسيس بيكيكا في تركيا في 78 وبيكيكا قام بهم يسمون كفاح المسلح عمل المسلح في 84 في تركيا وقام بعمال عسكرية في تركيا كان لبيكيكا دعم من سوريا فالبيكيكا ليس الانتعاج عراقي لكن البيكيكا أصبحت أيضا جزء من المشكلة العراقية وبيكيكا دخل العراق في 1991-92 ودخلوا المناطق الجبلية المحاضية لإيران والآن هم موجودين في جبل قنديل وجبل قنديل جزء مننا في الطرف العراقي وجزء الآخر محاضي للحدود الإيرانية ويصلون إلى حدود المثلث في جبال يصلون إلى المثلث العراقي الإيراني التركي بيكا كمشكلة أيضا أصبحت مشكلة عراقية الآن لأن الدستور العراقي لا يسمح بتواجد منظمة مسلحة تستفيد أو تستغل الأراضي العراقية للهجوم على دولة جارة هذا ما أقول لكن كيفية التعامل مع بيكيكا عسكريا هل في الواقع العراقي ممكن؟ لا هل الحكومة العراقية تستطيع التعامل مع بيكيكا عسكريا؟ لا لا ممكن إلى العقبة مسألة سياسية مسألة أمنية مسألة وضع العسكري العراقي الجيش العراقي القوات العراقية يعني أنت مراحة حارب دول مراحة حابر القوات يعني هما يقال أنهم تجمعات قليلة لكن قل لي أنا حسن معلوماتي بيكيكا كان في مرحلة معينة وأتحدث ليس عن مرحلة سابقة لكن في مرحلة معينة كان إلى حوالي سبعة ألاف مقاتل في جبال هذه الجبال المحاذية بين الأطراف الإيرانية ود بيكيكا أصبح ظائرة أقليمية أيضا هذا واقع هذا حدثا ظائرة أقليمية أيضا هذا واقع فإذا معالجة بيكيكا عن طريق القوى العسكرية والأمنية ما ممكن والحالة العراقية حالة صعبة نحن كنا في حرب قتال داخلي في العراق وحروب خارجية لمدة خمسين عاما تقريبا الحكومة العراقية والأحزاب العراقية لا يرغبون بدخول القتال والحرب لكن يجب أن نصل إلى تفاهمات مع جانب التركي يجب أن نصل إلى تفاهمات مع جانب التركي لحل هذه المشكلة هذا صحيح اشتركوا في القناة